اشتركوا في القناة بالاضافة الى السادة رؤساء الجابون والنيجر وتنزانيا ورواندا وتشاد ومدغشقر ورئيس الوزراء السوداني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لان القمة المصغرة جاءت لمتابعة نتائج القمم السابقة بين القادة الافارقة للتباحث بشأن تدعيات انتشار وباء كورونا على الدول الافريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الازمة اشقاء السادة الرؤساء المشاركين في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الافريقي وسادة الرؤساء التجمعات الاقليمية الاقتصادية السيدات والسادة اسمحوا لي ان اتقدم لدولة بروندي حكومة وشعبا باخرص التعازي في وفاة الرئيس نيكرون سيزا اود في البداية ان اعرف عن تقديري للدول الذي يقوم به اخي فخامة الرئيس راما فوزا رئيس جمهورية الجنوب الافريقيا ورئيس الاتحاد الافريقي في قيادة جهود القارة لمكافحة تفشي فيروس كورونا الى جانب جهود السادة الرؤساء عضاء هيئة مكتب الاتحاد الافريقي وكذلك السادة الرؤساء التجمعات الاقتصادية الاقليمية كما اود الاشادة بالدور الذي يقوم به معالي سيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في هذا الصدد والجهد الذي تقوم به ادارات المفوضية والمركز الافريقي لمكافحة الامراض وكذلك اود الاشارة والاشادة بالمجهود الكبير الذي بزله السادة مبعوث الاتحاد الافريقي المعنيون بحجر الموارد لمجابعة ازمة تفشي كورونا السيدات والسادة ان مواجهة الازمة الرهنة تستدعي التعاون المتواصل بين دولنا في اطار مقاربة شاملة للحد من الاثار والتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا في افريقيا وفي هذا الاطار اود الاشارة الى رقاة محددة وذلك على النحو التالي اولا اهمية مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادي للدول الافريقية ثانيا يتعين علينا التنبه من استغلال التنظيمات الارهابية وشبكات الجريمة المنظمة في هذه الظروف الطريقة لتحقيق اهداف تنعكس سلبا على امن ومستقبل القارة وأود الاشارة في هذا الاطار الى دعوة كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفاوديت الاتحاد الافريقي الخاصة بوقف النزاعات والتركيز على مكافحة تفشي الفيروس وذلك اتساقا مع مبادرة اسكات البنادق في افريقيا ثالثا ان اهتمامنا بمكافحة تفشي فيروس كورونا في افريقيا لا يجب ان يجغلنا عن الاولويات القرية في المجالات الاخرى اتصالت باجنداتنا التنموية 1963 وعلى رأسها مكافحة الجوع والامد الغزاء وتطوير مشروعات البنية التحتية القرية رابعا الحاجة الى مواصلة العمل الافريقي المشترك والبناء على النجاحات التي حققناها خلال الاشهر الماضية والاستثمار ما افرزته هذه الازمة من ايجابيات وعلى رأسها قدرة الدول الافريقية على العمل معا بروح تؤكد وحدة مصير القارة خمسا ضرورة مواصلة دعم الاطقم الطبية الافريقية في مكافحة تفشي فيروس كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية وكذلك مواصلة دعم الدور المهم للمركز الافريقي لمكافحة الامراض وصندوق الاتحاد الافريقي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في افريقيا وفي هذا الاطار اود الاشارة الى تقديم مصر بالفعل مساعدات طبية عينية بشكل مباشر لعدد من الدول الافريقية الشقيقة الوخوة والاخوات اود في نهاية كلمتي ان اجدد التزام مصر بدعم جهود القارة الرامية الى الحد من تفشي فيروس كورونا الى جانب تعزيز قدرات الدول الافريقية واحتياجات شعوبية في مختلف المجالات فضلا على التزامنا باستمرار التنسيق والتشاور في اطار مؤسسات الاتحاد الافريقي للتعامل مع الاثار السلبية المترتبة على الازمة الرهلة شكرا لكم على حسن استماعكم